مشاهدين الأفاضل في كل مكان صباح الخير وأهلا وسهلا بكم رفقتنا في عدد جديد من برنامج ألو دكتور إذن يسرنا في هذا العدد أن نستضيف واحد من رواد جراحة العيون في الجزائر هو دكتور محب الدين سليمان رئيس مصلحة أمراض العيون وجراحة العيون بعيادة السعادة بالجزائر أهلا وسهلا دكتور مرحبا بك أهلا وسهلا شكرا دكتور حميدي على هذه الدعوة إذن يسرنا أن نستضيفك للمرة الثانية وخاصة أننا فيه أسئلة كثيرة وصلتنا فيما يخص يعني مجال وطب جراحة العيون من المشاهدين الأفاضل خاصة يعني في مع التواصل الاجتماعي والإنستغرام إلى غير ذلك من اليوتيوب يعني وصلونا أسئلة كثيرة عن طريق الفيسبوك كذلك فيما يخص مجال طب العيون ونحن نعلم أن التكنولوجيا الحديثة في مجال جراحة العيون لها من التطور الحديث خاصة في مجال العدسات التي يعني صنعت الحدث في جراحة العيون إذن دكتور محب الدين إذا كان ممكن راح ننور لك واحد الفيديو ومن أحدث الحصاد يعني في مجال طب العيون وفي الجزائر كذلك هو ما نسميه بلات خوادي يعني في مجال الجراحة والطب ممكن تشوف هذا الفيديو اللي حين نوروها لك وتشرحنا مدى يعني تقدم الجزائر في هذا الإطار هذي التروات دي هذي يعني التكنولوجيا جديدة اللي تستعمل كما نقولو بكري كنا كنا نديرو الجراحة نشوفو على البنطايا كما نقولو عن إكران بلا ذركا نشوفو الصورة يتمع في الإسباس نشوفوها فضائية الجبالية كما نقولو عن رليف بكري كنا نستعملو المجهر بش نشوفو الجراحة وذرك الجراحة نشوفوها على الشاشة ولكن نديرو الواضر بش نشوفو الريليف بش نشوفو الريليف وهكذا نشوفو قعل أعضاء شوفو الشريحة على العين نشوفو وين نروحو نشوفو الإسباس نشوفو الفضاء لداخل العين ولهذا التروات دي هذي كان يعني مؤتمر في ماي هذا صرافي في باريز وين داروا تصويت ما هي التكنولوجيا الجديدة اللي يعني برزت هذا العام هذي ولا هاللعوام الأخيرة اللي فاتوا هذا التروات دي هي اللي تحصلت على كما نقولو المرتبة اللولة لأنها هي البرمية اللولة أو كما مكتوب مايور فيزبلية مايور سيكوريتي ليهذا لأن الطبيب لما يخدم يشوف عنده عنده حق الكبير ويشوف كل المعطيات والشريحة اللي لداخل وكل شيء يدير امتصاص بطريقة جيدة خاصة في الجراحة على الماء الأبيض لكاتاراكت اللي تسمى الريطة اللي نقولولها احنا بالعام بالعام وكذلك في جراحة العيون تا الشبكية وخاصة في الشبكية اللي عندنا النسباس كبير والنسباس هذاك بفضل هذا لطروادي قادرين الطبيب يشوف في نكران قد هذا يشوف العملية ويديرها كأنه يلعب هذوك للجو فيديو نعم ولطروادي حاليا موجودة في الجزائر والحمد لله وكما أننا نفتخر يعني بطباء العيون في الجزائر مفخرة لنا لو حتى يعني يرى كثير من الأطباء العيون ميرخون يعني بعد تكوين إلى تكلمنا على هذا الموضوع في حصة بالليلة كأن أطباء العيون هنا يقرأوا 30 سنة هنا والجزائر والجزائر تخلص عليهم وتعلمهم لأن المستوى تعل الطب العيون في الجزائر لبس بهم لي عنده مستوى يعني لبس به ويروحوا الأوروبا نعم ونشوفه هنا من أحسن أطباء في فرنسا وهذا نفتخر به يعني في كثير من الدول حتى في كندا هم أطباء جزائريين حقيقة في مجال الاختصاص والحمد لله عندنا من أمثالك يعني في الجزائر وكثير من الأطباء اللي هم موجودين كذلك في الجزائر إذن الأسئلة طرحت علينا من خلال المشاهدين الأفضل والمتابعين الأسئلة يقول لك إحنا لما يكون عندنا مثلا الماء الأبيض والغلوكوم الماء الأزرق يعني عدسات كثيرة وتكنولوجيا حديثة ما نعرفوش كيفش لمن نروحو وكيفش نروحو وكيفش يتم هذا العلاج الحديث يعني في مجال زراعة العدسات خاصة أن العدسات بدأت بوحيدة البؤرة الآن إلى متعددة البؤر ومجال واسع نشوف فيديو الثانية إذا كان ممكن تتكلم منها على هذه العدسات الحديثة الموجودة الآن في الجزائر كذلك نعم نوصل هنا كما نشوف هنا هذه عملية امتصاص الماء الأبيض عن طريق الشيعة ما فوق الصوتية فالول كان نستعمل اللازار بشي بولسندي هذوك الكارتيين ومبعد داخل الكيس البلوري هذوك هنا نشوف باللي كاين راحين انجكت واحد العدسة العدسة هذه هي من العدسات الحديثة اللي عندها امتياز اللي يسميوها العدسة اللي المريض لما يجي يقول لك ديلي العدسة المليحة والعدسة المليحة هذه اللي يسميوها الامبلون بريميوم وش هي يقول لك أنا حبيت نشوف للبعد وللقر حقيقة كانت هذه العدسة كانت موجودة اللي يسميوها اللي عندها ابعاد عديدة ابعاد عديدة تشوف للبعد تشوف للقرب وتشوف المتوسط ولكن فيها اقواس وفيها دائرة الداخل ولما الانسان يخرج من جهة مظلمة ويخرج للذو ما يشوف يعميها حتى نشوف أنا حتى السائقين هذا والسؤال اللي طرح علينا يقول لك درت لامبرون ولكن ما يقدرش يسوق في الليل ما يقدرش يسوق لان الضو يعميه كما يقولوا هذو كانوا عدسات يسمهم الملتي فوكو والتري فوكو عندهم ابعاد البعد والمتوسط والقرب ولكن حكيت لك على هذو الأقواس هذا عنده عمق الحقل يتسمى ما عندوش هذو الأقواس هذك ما يعميش ويسمح للمريض باش يشوف للبعد ويشوف على المدى المتوسط موش القرب للقرب بزاف لكن قرب لا ولكن المدى متوسط وإلى درنالو ينبس كون قدر يشوف للبعد والقرب هذا العدسة هذي اللي يسميوها لامبلان بريميوم هذا لامبلان اللي يستعمل تكنولوجيا جديدة من آخر تقنيات عندها عامين باللي خرجت وراحت علما بأننا لما بدينا العدسات في سنوات ثمانينات بدينا بعدسة صلبة وحيدة البقرة ونجد تحل بزاف بعد جاءوا هذو العدسات الليينة اللي ندخلوها في يعني في فتحة صغيرة تاعة القارنية تاعة مليمتر فاصل ثمانية وحتى هذه ثان تدخل في مليمتر فاصل ثمانية ولكن هذه تسمح للمريض باش يشوف للبعد ويشوف للمتوسط حتى القريب لأن هذا الوقت ذكال الحاجات كل أشغال للإنسان يديرها ضرورة إما يدوية أو بصرية يديرهم على 40-50 سنتيمتر خاصة هذو اللي يخدمو في الكمبيوتر واللي يخدمو أعمال يدوية هكذا أو اللي يديروا البنتور حتى طيارين يعني في مجال الرياسون هذا هو خاصة اللي يخدمو في تقنية الانفورماتيك الآن يستعملوا الكمبيوتر بكثرة هي كتير من الأسئلة يقول لك أنا لما ندير الكاتارك كيف وش هي النصيحة اللي تعطوها أولا في علاج الكاتارك طريقة علاج الكاتارك وكيف يقول لك هل يفتحوا كلش لأنه زمان نعرف أنه كانت الفتحة كبيرة الآن 2 مليمتر هذه التقنية القديمة والحديث الآن مدة 30 سنة رانا نديرو في فتحات صغيرة امتصاص الأبيض عن طريق الشعام بوق الصوتية ذرك الفتحات صغيرة مليمتر فاصل ثمانية هذا هو يعني اللي وصلنا له لأنه أقل ما نقدروش نكونوا يعني نخدم خدمة مليحة لأنه لازم الإنسان يفتح بش يكون عنده الإسفاس بش يخدم ولكن إلى أكثر أكثر رح تخلق تقوص القرانية ويكون فيها تضاعفات حتى الآن كما تكلمت على تقوص القرانية والتحدوبات المختلفة بالنسبة للناس اللي يعني من اضطرابات في النظر أصبحت هذه العدسات يعني تعالج كل هذه هذه العلاجات هذه العدسات تعالج لأن ذرك العدسة هي مخدومة لأسفيريك كما نقول فيها بزاف المعطيات لداخل الأسفيريك عندها لبوركاري بيش متخلقش بيش متخلقش ماء أبيض وحد آخر وعندها حجم يتحط لداخل الكيس هذا كل بلوري بيش يكون استابل ما يتحركش وعندها وخاصة عندها هذه الكاريكتريستيك وين تقدر تشوف بها شفافة تشوف بها للبعد والمتوسط نعم إذن رقم الهاتف سيظهر أسفل الشاشة لمن عرضها الاتصال البناء وطرح الأسئلة في بيقص يعني مختلف الأسئلة اللي تخص طب العيون وجراحة العيون أنواع أخرى من الحدثات اللي ممكن نجدوها نشوفها كذلك في هذا الفيديو إذا كان ممكن هذا البرينيوم نشوفه نعم هذا هو الامبلون هذا الكارتوش وين يكون يجي في الكارتوش وهذا وندخله ديريكتما لدخل عنده ربعة نقاط للا عنده باش يتحط باش يكون ستابل كما قلت لك وعنده سكوير أجز هذا اللي قلت لك عليه باش ما يسمحش باش تكون كما نقول ما أبيض جديد وعنده أنتي في هذا أكل اللي يسميهم الامبلان بريميوم هذا الامبلان ذات الامتيازات وعنده كما يقولون السكوريتي كما يقولون نعم كذلك دكتور محبدين فيما يخص يعني طب جراحة تطورت الحالة لزمان كانت سوزانستيزي جنرال والمدة طويلة جدا الآن فيه تطور خاصة بالناس اللي عندهم أمراض مزمنة كالناس اللي عندهم السكري الناس اللي عندهم أمراض القلب إلى غير ذلك وعندهم مشاكل في الرؤية لا ذو كل تخذير ولا تخذير يعني بسيط وين بالقطارات نديرو ثلث خطرات ولا ربعا خطرات قطارات ونقدر ونديرو حقنا هكذا باش الإنسان يكون مريح ونديرو العملية ما فيش يعني تخذير عميق وين الإنسان حتى نزيل الخوف يعني لا مكانش عند المشاهدين الناس اللي عندهم أمراض العيون التخذير في جراحة العيون تطور تطور خاصة هو من أحسن الإختصاصات اللي طورت كثير في الجزائر يعني لا كان اختصاصات اللي طور وفي مسألة كذلك تعل جراحة المخ هناك جراحين نفتخروا بهم رح يكون عندنا عدد في جراحة العظام في جراحة الكولون فرتبرال نعم تكنولوجيا هذه تعمت نفتخ البجال ونفتخ المجل بناءنا ولكن طب العيون يعني نلاحظه بالتطور ملحوظ وملموس لأن احنا كي بدينا كي هدرنا على التروات ذي مقبيل اللي كنا بكريحنا كنا نديرو العملية بعيننا ومبعد واللي نديرو نظارات مجهارية ومبعد والجل مجهر الميكروسكوب بالتكنولوجيا وذور كاولين نديرو العملية نشوفوها في الكران نشوفوها في الشاشة ونديرو العملية في دقائق وثواني هذا يعني تطور في ملحوظ في 30 سنة تطور يعني كبير كبير جدا وانشاء الله ما زالنا نتطوره اكثر فاكثر مدامنا نتكلموا على التطور والحداثة هناك كثير من الشباب اللي حبوا يعني يتخلصوا نهائيا من النظارات تعرف يحبوا سفور يعني اشياء كثيرة وان النظارة يعني تملع في فعل اشياء كثيرة وكذلك من حيث الجمال نشوفو برك فيديو فيما يخص يعني فيما يخص يعني الليزر استعمال الليزر في قصر نظر قبل ناخد مكالمة من تيبازها ألو ألو صباح النور صباح النور أهلا وسهلا مرحبا بيقتي عندي سؤال طليب إن شاء الله أتفضلي مرحبا بيك شوف طبيب صباح النور هيتكلم معك صباح النور صباح الخير صباح النور أهلا طبيب عندي سؤال فيما يخص العيون في عدد الزوج التاعي كانت عنده هو كي ميشوفش ملاح نعم نعم أني اسمع إن شاء الله يقول لك أنه لديك شباكة شباكية نعم إن شاء الله يقول لك أنه لديك دم جامد في العين نعم إن شاء الله إن شاء الله نعم نعم في الأوپيرانسيون يقول لك بالتعبير لك قال له عندك الدم جامد ولكن نحاول هذا دم لمرحب العين ورحم الحمد للعام الذي يتعطي عنه عندي الدياباتيك وعنده مرض السكر عنده السكر اي هذا نعم لدياباتيك مرات عنده الدياباتيك يصيح الدم داخل العين في الشباكية هل هذا ما شخاف الخاف خدش العين الدوزيام دايما نرى هيك شغول لي قولي مانيش يشوف فيها مليح وكشغول لي أحب هاك رجب لي ربي نفس العين الأولاحت ولي عين ساعة لا لا لازم يتبع الطبيب التاعه لأن الشرايان تاع الدم في مرض السكر يولي وضعاف بزاف يقدروا يترطقوا بالدم وهما لي خلقوا هذا الدم هذا التاع النزيف هذا اللي يكون الداخل العين لهذا لو كان الطبيب التاعه يدلوا وحد الفحوصات يدلوا وحد الراديون جيوغرافي ولو سيتي يشوف إذا كان عنده لذيسو هذو الشرايان ضعاف هذا يدلهم اللازار باش ما يوليوش يسيحوا بالدم هذا هو نعم شكرا جزيلا سيدتي إذن هذا هو الطريقة يبقى في المتابعة لأن الكومبليكاسون فيما يخص الجابيتيك نعرف لغيتين الجابيتيك أو ما نسمى بنزيف في شبكية العين ممكن يؤدي إلى مضاعفات فليهذا لابد أن تكون المتابعة كما أكد لك الدكتور محب الدين ماذا عن آخر التخنيات فيما يخص يعني قصر النظر في قصر النظر بمعروف من مده سنوات أنه من اللي عندنا أكثر من عشرين سنة ذو كامل اللي نداويوا قصر النظر بالأشعة تعلايزر اللي يسميوها لازارك سيمار ولكن التطورات ذرك هو للسوفتوير هذا اللوجيسيال الرقمانية ذرك قادرين نخذه صورة توبغرافية من القرانية لأننا هنا في القرانية وكاين ثان العدسات المزروعة في قصر البصر نوع آخر من أيضا هذه قديمة ولكن فيما هو جديد دكتور محب الدين عنا فيديو نشوفها لأن الوقت تدام لها نتابعوا هذا الفيديو ونعود نقول له للحديث جيت باش ندير عملية صحيح النظر باش نكون آلس في حياتي ونقدر ندير سبور نقدر ندير عفسر في حياتي آلس جيت من أقبو وليت بجاية وعندي ضاف في النظر وجامدت لي لينات وحبيت ندير عملية صحيح النظر باش نقولين نشوف مليا عملية صحيح الرؤية عن طريق اللازر نفترض لها الثالثة التكنولوجية للازر ويليد يكوه تسمى للثالث بكار يهت عملية حديثة عصرية لذلك 100% لازر نقطة خدرة هذه كفزار معهم نتحرك شيئا موسيقى موسيقى فى الانسيقى هذا الاشئك موسيقى موسيقى الانسيقى لا يوجد الانسيقى يتلة مستقلة تصديق البداية توقفها طاعتنا أمور الجدل لفعله خلية الشعب هل تكون دمانة لتصوح جيدة؟ نعم، دمانة لتصوح جيدة لأسكران لذلك يمجحه مع الدماني هل هل هذه الأخرى تقنيات في ميخوطة العلاج بالليزر؟ هذه التقنيات هذه كذلك للحاجة الجديدة هو أنظرك نخذ صورة القرانية وصورة هذه تأخذ لك كل المعطيات القرانية وتديرها في الكمبيوتر لازر هو اللي يخدم كل شيء كما قالك 100% لازر العين ما تتمسش باللي باليدة للإنسان وستين ثانية واللي الإنسان يشوف هذه هي التقنية الأخيرة والحديثة شكرا جزيلا دكتور محبدين على حضورك معنا وشكرا على كل ما تقدمونه للجزائريين في مجال طب وجراحة العيون وإن شاء الله تكون معنا في عدد أخرى إلى ذلكم الحين نقول للجميع دمتم في الصحة جيدة وإلى اللقاء شكرا